أبو جاسم لدي شك فيها أنه ليس ضربة جزاء عبدالله جاسم بعد طالب هذه اللغتاة ماذا يقول عبدالله الشيباني؟ لا يوجد شيء خالي ليس بالأنتي عبدالله جاسم ماذا تقول؟ خالي شوف يعطي هزوم أقرب قليلا اللعبة ضربة الجزاء ليس مقنعة من حيث دفع باليد أو بالقدم أو حتى الجسم أنا أتصور المهاجم حاول أن أحصل على ضربة الجزاء شوف بدأ بالصوت قبل حتى الاحتكاك ناصر هتمي ما فيه شيء ضربة جزاء مئة في المئة ضربة جزاء مئة في المئة مايد لأنه يرى دفع رجلة خالد واضح أنه يعترض حركة رجلة لا يريد أن يعترض فيه وفرق أن يعترض فيه لا لا يريد أن يعترض فيه وضعية رجلة ليس لي حق الكرة وضعية رجلة اعتراض عرقه لأي بنعطيه عطاه جنبه عبدالله جاسم أرى علي أين الكرة؟ أنا براي واحد بسعود ضربة جزاء خالد يونس ضربة جزاء واضحة ناصر هتمي ولا فيها شيء ولا فيها شيء عيده بالبطيء أقول لك ولا فيها شيء سأقول رأي أنا معلمها هذه اللعبة بلنتي واضح بلنتي لا يبغي لك بس أبو جاسم بضعية رجلة رائح حق الفاول أبو جاسم أنا قبل أن أصلت في أصدقاء حكام سابقين اختلفوا هم قالوا لي تنحسب و لا تنحسب الحاكم لا يستطيع حسبها و لا يستطيع حسبها فإنما حسبت صحيحة و لا يستطيع حسبت سالم أسألك من الذي أخذ القرار البلنتي؟ حاكم الساحة حاكم الساحة نعم يعني الناس الموجودين في الفار رجعوها عشرين مرة قبل لو لم ضربة جزاء بيستدعونا قم بيستدعونا تعالوا شوف أبو محمد ما شفنا الأخطاء من الفار ما أخطاء من الفار صحيح لا تقعد تقول لي الفار ولا تقعد تقول لي حكم أخطاء ليوم الأخطاء أثبت أن الفار أيضا يخطئ طيب محمد دعنا أكمل رأييي طبعا بني هذا الذي قاعد على الفار قاعدت عليه محمد هم قالوا لي قالوا للأخوان لو حسب الحكم الفار لا يستطيع أن يلغيها لأنها تنحسب لا 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 ما يلغي الفار لا يلغيها بلنتي دعنا نتكلم طيب جاسم غير حم والديك أنا غسطي لغة هذه تحسب بلنتي أيضا ما تحسب لو حسبت هم مالحكم و لو حسبت هم مالحكم أوكي تغدير حكم تقصد نعم في النهاية تغدير حكم